اشتركوا في القناة كما داء ابا علي العرف من افر الريباط وفم الركش باسم هذه الجمعية الجمعية المغربية السناد البيضاوين ان شاء الله سيتحررون من الصابو الآن معروض على القضاء الاداري ضد مجلس هذه الجمعية داخلين في نزاع قضائي ومعركة حقوقية شاريسة ضد عمد مدينة دار بيضاء الرئيس المجلس الجماعي ضد شركة البيضاء للتنمية المحلية في شخصية ممتلة القانوني وضد كل من تبا تتورطه في هذه الجناية التي تقصر في حق الشعب المغربي المجروح من السياسات الفاشلة لأحزاب فاسدة تعاقبت على تدبير أمورنا وتسير شؤوننا والنتيجة كانت تقبع لهم باش يقدون المصالح دينا وإذا بيمكن يضرب المصالح دينا هذه الرسالة موجهة إلى عموم الشعب المغربي وإلى البيضاوين الصرفة والأحرار بأن الضار البيضاء الأم دينا التي تحتضننا سويا وطرعنا جميعا القلب النابد للمملكة الشريفة لا يمكن أن تهان بهذه الطريقة من طرف الهيئة المنتخبة لجابة باش تمرعنا واحد مسائل تحكم يا حطم الكرامة الأخلاقية والقانونية وضاربا في مصدقية القانون والفصل 24 و 71 من الدستور الآن إلا رجعتوا الجميع الفيديوهات اللي منشرة عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي احنا كنجي وكنتازع الأفخاخ من أجل ممارسة حقنا الدستوري في تطهير المرفق العام من أدوات الجريمة وكان نحيدو هذا الصابو هذا من أجل الدفاع على تحرير سيارات المرتفقين من أدوات تحكم ليكون في علم جميع البضاوين بأن الصابو هو آدات جريمة يعقب عليه القانون لا يعقل كيفما كان لأي كان ومهما كان أن يجي وتعدى على ملك دي الأخانين بطريقة الباشعة الخارجة كروش الحرام لدعينهم الله سبحانه وتعالى كنقول وأعيد وأكرر هذا ليس مزيد مدينة ضرابيضة باستثناء بعض بعض الأشخاص أقول الضار بيضاء اللي يكون في علم بضاوين بأن هذا الاتفاقية ستشمل جميع تراب الضار بيضاء يعني ما تفاجئش على البيضاء من الاتنود قدام الضار ديالك وقد تبدأ تخلص على مرفق عام لهو ليس ملك جماعي ولن يكون هو يوماً ملكاً جماعي بل هو مرفق سيادي بشمولية حق المغاربة في أعلى السواء من هو العمدة؟ ومن هو موديل هذه الشركة الذين يتحكمون في رقابينا في مرفق اللي هو إحنا إحنا مواليه الشعب المغربي يمولى ومع أن تحق أي إن كان ومهما كان يجي استطمر ويأم في استفتر المرفق العام إلا باستفتاء الشعب لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة هذا ليس ملك جماعي العمدة عنده حق يستطمر شيئاً جداً على الملك الجماعي وفي إطار المادة خمسين من المتاق الجماعي لكي تعطي للعمدة تدبير المرفق العام في إطار اختصاصات محددة النظافة العمومية الساكينة والهدوء رفع معرقيلات السير هنا أعيد هنا المادة خمسين من المتاق الجماعي ولكنها لا تعطيه حق تتبيت السيارات المواطنين بالأفخاخ أو ما يسمى بالصابو لأن ذلك يندرج دمن إجراءات الضبط القضائي وليس الضبط الإداري وبقرار أو مقرر منطوق بإسم جلالة الملك الأسبوع المفاجأة إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الخامس على انطلاقاً من الساعة العاشرة من أمام مقاطعة المعاريف وقفة احتجاجية حاشدة تاليها مسيرة إن شاء الله وسنقوم بإذن الله بتوزيع إلى حصلنا على العدد الكافي ديال هادو كل مفاتيح لكي حلو الصابو ونفرقوهم فابور علاق جميع ساكينة منطقة المعاريف لنعمم الفكرة إن شاء الله لخاتش يصابو ينصخ عليه ويديعطي المواطنين ترجمة نانسي قنقر